عندي بالنسبة لي قرينة أعدها أقوى من القرائن المتقدمة هذه القرينة إنكار المراجع الطوسيين لهذه الواقعة إنكارهم بالنسبة لي قرينة وقد يكون دليلا على أن الواقعة قد وقعت لأنني أؤمن أن الصواب في خلافهم في خلاف مراجع حوزة النجف وكربلا أنا أؤمن بهذه الحقيقة صحيح أن الروايات الصريحة جاءت من أن الصواب في خلاف العام من أن الرشاد في مخالفته هذا المعنى موجود في رواياتنا وبنحو صريح وبشكل واضح من أن الصواب في خلافهم في خلاف العام وقد وردت هذه الأحاديث في باب القضاء فحينما يختلف قاضيان ليس في الدولة الإسلامية الشيعية الحقيقية وإنما في زمان الغيبة مثلا ولا توجد دولة إسلامية شيعية حقيقية ووقع اختلاف وتخاصم بين شيعيين وترافع إلى قاضيين واختلف القاضيان ترافع إلى الحاكم الشرعي الذي نصبه الأئمة وهو كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما لأن الإمام نصبه حاكما على الشيعة في القضاء في أمور التنازع والتخاصم فإذا اختلف قاضيان لتشخيص القول الأصواب قطعا في البداية نعود إلى القرآن ولكن من جملة الوسائط أو القرائن التي نستعين بها لتشخيص القول الأصواب هو أن نعمل بهذه القاعدة الصواب في خلافهم في خلاف العام الرشاد في خلافهم في مخالفتهم فنأخذ بالقول الذي يخالف قولهم ونرفض القول الذي يأتي موافقا لقولهم وأيضا حينما تختلف الأحاديث هذا لا يعني أننا نستعمل هذه القاعدة دائما وإنما في الأمور الملتبسة أنا شخصيا لا أستعملها لخبرتي الطويلة بحديث أهل البيت فإنني أعرف أحاديث التقية وأعرف أحاديث المدارات وصورة واضحة عندي فلا أحتاج لاستعمالها لكن إذا التبس الأمر فإننا نستعملها هذا لا يعني أن المخالفين يختلفون عنها في كل صغيرة وكبيرة أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الموضوع أقرأ عليكم هذه الرواية هذا هو علل الشرائع للصدوق الجزء الثاني صفحة 416 باب 315 العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العام يعني النواصب الحديث الأول بسنده عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله رفعه رفع الحديث قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العام السؤال مهم السؤال مهم السؤال مهم أتدري الإمام الصادق يقول لأحد أصحابه أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العام فقلت لا ندري فقال إن علي عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه لا يعلمون ماذا يقول أمير المؤمنين فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس الحكاية المنقولة عن أبي حنيفة من أنه كان يقول كنت أخالف الصادق في كل شيء ففي السجود لا أدري هل كان يفتح عينيه أو كان يغمض عينيه فكنت أفتح واحدة وأغلق واحدة لأن الصادق كان عاقلا والعاقل لا يفعل هذا هو يفعله أبو حنيفة فكان يفتح واحدة ويغلق واحدة قطعن الأحناف ينكرون هذا وحذف هذه الواقعة من كتبهم كانت موجودة في قديم الأيام في كتبهم تأتي منسجمة مع هذا المنطق سقيفة بني ساعد هكذا كانت تفعل أنا لا أقول من أنهم كانوا يفعلون هذا علنا أمام الناس وإنما بالحد الذي يستطيعون أن يزوروا وأن يكذبوا وأن يلفقوا وأن يحرفوا وبالتدريج حتى حرفوا الدين كله إن علي لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إنها أمة سقيفة بني ساعد إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره لإبطال أمر أمير المؤمنين وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبس ليلبس على الناس هذا يعني أنهم يكذبون بدرجة مئة بالمئة بقدر ما يستطيعون أن يخالف أمير المؤمنين فإنهم يكذبون يكذبون بدرجة مئة بالمئة ويخالفون الحق بدرجة مئة بالمئة نعم هناك أمور لا يستطيعون أن يخالف فيها مثلا إن الله واحد لا يستطيعون أن يقول من إن الله أكثر من واحد لكنهم حينما يدخلون في تفاصيل التوحيد يعبثون به شر عبث ومن هنا فإن توحيدهم يختلف اختلافا كاملا عن توحيد العترة الطاهرة بإمكانكم أن تقرأوا أحاديث التوحيد في كتب حديثهم وأن تقرأوا أحاديث التوحيد في كتبنا في الكافي مثلا في كتاب التوحيد للصدوق وفي غير ذلك لذا فإن توحيد مراجع النجف وكربلاء بحسب أحاديث أهل البيت شرك لست أنا الذي أقول أحاديث الإمام الرضا صلوات الله عليه هي التي تقول عن التوحيد الذي يدرس في حوزة النجف إنه شرك لأنهم يعملون بتوحيد المعتزلة ويتركون أحاديث أهل البيت ومن هنا أحذر دائما من قراءة دعاء العديلة فدعاء العديلة هذا لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليه كتبه أحد مراجع الحوزة الطوسية وفقا للتوحيد الذي يدرس في هذه الحوزة التوحيد الذي ذكر في دعاء العديلة شرك بحسب أحاديث أهل البيت لأن الإرادة ذكرت من الصفات الذاتية وإمامنا الرضا صريحا يقول الذي يعتقد بأن الإرادة من الصفات الذاتية ليس بموحد ليس بموحد قد يكون كافرا وقد يكون مشركا حينما قلت هذا التوحيد شرك أخذت الجهة الأضعف فالإمام الرضا يقول عن هذا التوحيد إنه كلام غير الموحدين وغير الموحدين هناك الكفار وهناك المشركون فقد يكونون كفارا وهم فعلا كفار ببيعة الغدير نقضوا بيعة الغدير أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء نقضوها وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري كتب تفسيرهم دالة على ذلك أنا لا أتحدث عن خيال أنا أتحدث عن حقائق هذه الحقائق موجودة على الأرض ابتداء من تفسير الطوسي وانتهاء بمراجع زماننا اليوم يعتمدون على منهج التفسير الناصبي وينكرون الأحاديث التفسيرية التي بايعنا على الأخذ بها في بيعة الغدير هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الحديث الرابع بسنده عن علي بن أسباط قال قلت له يتحدث مع الإمام الرضا صلوات الله عليه حدث الأمر من أمري وقعت في مشكلة وأحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي حدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتي من مواليك لا أنا بقريب منك وليس هناك من فقهاء العترة في البلد ماذا قال له إمامنا الرضا ائت فقيها البلد الذي هو من النواصب فإذا كان ذلك فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه فإن الحق في خلاف ما يفتي به فقيه البلد الناصبي هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول وأنا لست بصدد الحديث في هذا الموضوع إنما جئت به مقدمة كي أصل إلى النتيجة التي أشرت إليها قبل قليل من أن أنني أعتقد أن الصواب في خلاف مراجع النجف وكربل لأنهم ينكرون واقعة عرس القاسم أنا لا أريد أن أعانده وإنما أنتفع من إنكارهم أن إنكار هذه الواقعة هو قول شيطاني لأنني أعتقد أن الشيطان هو الذي ينطق على ألسنة مراجع النجف وكربل قد تقولون هذا تحامل كبير ما الدليل على ذلك سأعرض لكم الأدلة من حديث العترة الطاهرة وبشكل واضح وصريح لكن بعد هذا الفاصل أمية النبي التي ذكرت في الكتاب الكريم والتي تعني انتسابه إلى أم القرى مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة وإلى الآن يصرون على أن النبي لا يحسن القراءة والكتاب الذين قبل طوسي يقولون بهذا الكلام الطوسي يقول بهذا الكلام والذين بعد طوسي يقولون بهذا الكلام السستاني يقول به الخوء يقول به محمد باخر الصدر يقول به صاحب الميزان الطباطباء يقول به محمد الشيرازي في تفسيره يقول به والبقي مراجع النجف وكربلاء ومراجع قهم أيضا يقولون بأن النبي ما كان يحسن القراءة والكتاب فهو أمي القول الذي يقوله نواصب سقيفة بني ساعد أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق الجزء الأول صفحة 102 باب 105 العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وآله الأمي الحديث الثاني أحد أصحاب الإمام الباقر يسأل الإمام الباقر إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فما تقول يا ابن رسول الله إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فقال كذبوا لعنهم الله هذا الكلام ينطبق على هؤلاء المراجع أو لا ما هم إلى هذه اللحظة يصرون على هذه العقيدة يدرسونها ويكتبونها في كتب التفسير وفي كتب العقائد ويجيبون عليها لو سئلوا كتبهم موجودة لو كان عندهم من بصيرة هل يعتقدون بعقيدة إمامنا الباقر يقول عنها من أن الذي يعتقد بها ويقول بها كذاب وملعون لعنه الله إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فماذا قال الباقر كذبوا لعنهم الله وهذا والله هو قول مراجع النجف وكربلاء ومراجعهم أيضا في كتبهم وفي تفاسيرهم أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة أنا أتحدث ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا كذبوني الحديث الأول عن إمامنا الجواط أيضا أحد أصحابه جعفر بن محمد الصوفي يسأل الإمام الجواط يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأمي الإمام يسأله ما يقول الناس قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب فقال كذبوا عليهم لعنة الله الكلام هنا أشد قدم الجار والمجرور على اللعنة كذبوا عليهم لعنة الله هذا الكلام ينطبق على مراجع النجف وكربلا الذين يعتقدون عقيدة مكذوبة ملعونة وعلى طول ألف سنة لا زالوا يعتقدون بها لم يغيروها وأكثر من ألف سنة وإنما أنا أخذت بنظر الاعتبار تأريخ تأسيس حوزة النجف أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسسها الطوسي من زماثن الطوسي وإلى اليوم مراجع النجف يعتقدون بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة عودوا إلى تفسير التبيان للطوسي نفسه يصرح بهذا الكلام تصريحا وقد تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالكتب والمصادر عودوا إلى برامجي السابقة أنا لا أستطيع أن آتيكم بالمصادر في هذه العجالة لكنني تحدثت عنها بالتفصيل في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج كي تشاهدوا المصادر الكثيرة من كتب مراجعنا الماضيين والمعاصري الذين يعتقدون بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة أئمتنا يقولون من أن الذي يقول بهذا القول كذاب عليه لعنة الله كذاب وملعون هذا الكلام ينطبق على هؤلاء المراجع أو لا لماذا لم يصححوا لأنهم شياطين لأن الشيطان ينطق على ألسنته لأن الشيطان ينطق على ألسنته عقائدهم ملعونة عقائدهم كذب في كذب أنا أتحدث عن كتب العقائد التي تدرس في حوزة النجف إنها كتب ضلال إذا كنتم تريدون النجاة بأنفسكم والنجاة بدينكم فحذاري حذاري من كتب العقائد التي تدرس في حوزة النجاف والتي ينقلونها لكم بعد ذلك عبر هؤلاء الخطباء الحمير على المنبر الحسيني بريء المنبر الحسيني من ثقافة هؤلاء ولكن الدكتاتورية الدينية لمراجع النجف فرضت سلطتها على المنبر الحسيني فأخذت تصدر الضلالة عبر خطبائها الحمير هذا هو الواقع هذا كلام الأئمة هذا الكتاب من كتبنا المعروفة علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذه رواياتنا القديمة إمامنا الباقر وإمامنا الجوات يكذب عقائد مراجع النجف ويلعنهم الباقر يلعنهم والجواد يلعنهم الباقر يقول كذبوا لعنهم الله والجواد يقول كذبوا عليهم لعنة الله أقرأ عليكم أيضا من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه وأنا أقول لأصحاب العمائم في حوزة النجف فيما بينكم وبين أنفسكم هذا الحديث ينطبق عليكم أو لا قد تكذبونني أمام الناس ولكن فيما بينكم وبين أنفسكم هذا الحديث ينطبق عليكم وينطبق على المراجع بالدرجة الأولى أمير المؤمنين يقول أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة الصفحة الثالثة والثلاثون إنه الحديث السادس والعشرون عن أمير المؤمنين ومرارا وكرارا ذكرت هذا الكلام أمير المؤمنين يخاطبنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا المنتحلون المودة يعني المعتقدون بها انتحل الأمر اعتقده يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي إنهم مراجع النجا لا يعتمدون حديث أهل البيت لأنهم يضعفون أكثر من تسعين بالمئة السستاني يضعف أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من حديث أهل البيت فيلجعون إلى الآراء إلى آراء النواصب أو إلى آراء الذين سبقوهم من المراجع السابقين أو إلى آرائهم هم ولذا تراهم ليسوا متأكدين من آرائهم كما بينهم وبين أنفسهم هم في حالة مضطربة لأنهم لا يمتلكون بصيرة الشيطان عشش في عقولهم وقلوبهم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي لماذا يا أمير المؤمنين فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث السنن هي الأحاديث فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها لا يدركون معاني الأحاديث بشكل صحيح فيقولون هذه ضعيفة فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا خولا يعني عبيدا فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا مثل ما مر علينا قبل قليل في التحفة الديخية كمال الحيدري يقول هذا هو واقع الشيعة وهذا المرجع ينصح يقول لها تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ باقر الإيرواني أيضا يقول هذا الحج خلوا بيناتنا أموال مجهولة المالك لفوها لفلفوها هو هذا فاتخذوا عباد الله خولا تخذوا الشيعة حميرا وما له دولا لفلفو لفلفو فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هؤلاء مقلدوهم أشباه الكلاب هم كلاب فمثلهم كمثل الكلب هؤلاء بلعا الذين يقلدونهم أشباههم يكونون أشباه الكلاب فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا الأئمة صاحب الزمان يسقط الخمسة عن الشيعة وهم يوجبون الخمس هذا هو النزاع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا وهؤلاء ينازعون صاحب الزمان يفرضون الخمسة على الشيعة والشيعة طاهر يا برهوم يا برهوم الوائلي في قصيدته شباش العباس يخاطب إبراهيم اليزدي الذي كان صهرا لمحسن الحكيم وهو حفيد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقة في الحقيقة هي العورة البثقة وليس العروة الوثقة العروة الوثقة ولاية أمير المؤمنين أما هذا الهراء هراء هؤلاء المراجع فهو العورة البثقة البثقة يعني المثقوبة العورة البثقة يا برهوم يا برهوم يا برهوم يا برهوم لف ما أطول شف الحايش تسدي الحايش يعني محسن الحكيم يا برهوم يا برهوم هذا الوائلي مكتبة الشيعة المتنقلة الدكتور الشيخ الوائلي يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي الحرام الكبير من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنه الأخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي يلقى لمطي يعني شيعي شيعي من المقلدي المراجع اللي يلقى لمطي يركب ليش اتعبوا الممشي فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب مثل ما يجري الآن وتاج تاج على الرأس فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب أطاعوا البلاعم الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين الوهابيون لا يتمثلون بالأئمة الصادقين علماء الأزهر لا يتمثلون علماء السنة في العراق في الأعظمية لا يتمثلون بالأئمة الصادقين الذين يتمثلون بالأئمة الصادقين ويقولون نحن نواب لهم مراجع النجف وكربلاء وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعي فلماذا أتبع قوله إذن هم يذهبون إلى الضلال فسئلوا عما لا يعلمون سألوهم عن عرس القاسم فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا إذن الصواب في خلافهم أو لا الصواب في خلافهم وهذا الأمر يجري على كل عقائدهم عقيدتهم في الرجعة يخالفون فيها الأئمة عقيدتهم في أصول الدين يخالفون فيها الأئمة عقيدتهم في النبوة وأوصاف النبي هذا طوسيهم الذي يقول من أن النبي ينسى وينسى ويسهو إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا ينسى إلى حد ما يصير مخبر وينسى كثيرا من متصرفات أمره وينسى كثيرا مما جرى عليه في سالف الزمان أحنا بخرطي هذا الخوئي رأيه ألعن من هذا الرأي ينسى كل شيء الخوئي القدر المتيقن من السهو المنفي عن المعصوم في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية ينسى فيها كل شيء يمكن ينسى الأمور الأهم وينسى الأمور التي هي أهم من الأهم احتمال النسيان وارد في كل الأمور هذا هو قول الخوئي واحد أضرط من الثاني واحد أطقع من الثاني واحد أخرط من الثاني هؤلاء مراجع الأمة العظام من هنا أقول إن الصواب في خلافهم خصوصا في الأمور العقائدية خصوصا في تفسير القرآن خذوا الوائل وتتبعوا تفسيره للقرآن وعودوا إلى أحاديث أهل البيت ستجدون أن الوائل في كل مجلس يفسر فيه آية من القرآن يفسرها بخلاف أهل البيت لأنه ينقل التفسير من الفخر الرازي الشافعي أو من سيد قط خذوا ما كتبه محمد باخر الصدر في تفسير القرآن من أول سطر يخالف أهل البيت من أول سطر من أول سطر فيما كتبه في تفسير القرآن يخالف أهل البيت الخوئي السيستاني البقية الجميع أنا أركز على الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني لأن شيعتها الآن تأخذ دينها من هؤلاء دين الشيعة الموجود الآن يأخذ من هؤلاء هذا هو السبب الذي يجعلني أركز على هذه الأسماء وإلا البقية نفس الشيء كلهم بربطة وحدة الخرط هو الخرط واحد أضرط من الثاني من الذين ماتوا أو من الأحياء أو من الذين سيأتون المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة في المنهج ومن هنا حينما أقول من أن الصواب في خلافهم في الحقيقة إن الصواب في خلاف منهجهم فما يعتقدون به هو نتاج المنهج والمنهج جاء به من النواصب إننا نعود إلى القاعدة الأصل من أن الصواب في خلاف النواصب أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم يَا مَعْشَرَ شِيَعَتِنَا وَالْمُنْتَحِلِينَ مَوَدَّتَنَا إِيَّاكُمْ 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 وَأَصْحَابَ الرَّأِيْنَ فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها في أول يوم يأتي طالب الحوزة يبدأ الأساتذة يحشون في رأسه ألا تقترب من كتب الحديث ولذا تجد المعممين أتحدث عن معممي النجف وكربلاء هم أجهل الناس بحديث أهل البيت تجدونهم يحفظون أقوال المراجع ولا يحفظون أقوال الأئمة وإذا ما حفظوا أقوال الأئمة فإنهم لا يحسنون حفظها ولا يحسنون قراءتها ولا يحسنون تلفظها الفضائيات موجودة والإنترنت موجود والمنابر موجودة ربما أنتم لا تشخصون الأخطاء ولكن سلوا الأساتذة الجامعيين المتخصصين بالعربية معممو الشيعة هل يحسنون الكلام بالعربية الصحيحة حينما ينخلون الآيات والأحاديث يخطئون في كل شيء من أقولكم ذولا مطايا حمير أنا مو مجتبه مطايا ذولا مطايا الآن لو يأتي سني ويحضر مجالس الشيعة سيشعر بالنشاس لأن السنة في مساجدهم يحسنون التكلم بالعربية حينما يقرؤون القرآن وحينما يقرؤون أحاديثهم وحينما يتكلمون في خطبهم يحسنون العربية بينما مراجع الشيعة يمضرطون أنت إذا شوف لك واحد يمضرط معمم وشبير بالعمر ويمضرط قل له هذا مرجع لو راح يسوون مرجع لأنه أحد شرائط المرجعية عندنا بالنجف كون المرجع يمضرط كون يمضرط حتى يصير مرجع صحيح هذا الشرط لم يذكر فيه عن رسائل العملية لكن الواقع يقول هكذا عودوا إلى المراجع الموجودين وشوفونا واحد بيهم ما يمضرط حتى تقولون كلامي مو صحيح الآن المراجع اللي أنتم تعرفونه ارجعونهم واحد واحد شوفولكم أكو بيهم واحد ما يمضرط إذن التمضرط هو من شرائط مرجع التخليط وذولا مراجعنا لو لا أنا جاي أحشفت شيء ما موجود على أرض الواقع أو لا هو هذا الموجود ومن هنا فإن الصواب في خلافه هذا هو الذي أعتقده وهذا الكلام ليس مزاجيا ليس عاطفيا من خلال تتبع كتبهم يخالفون الأئمة في كل شيء في العقائد في التفسير في الفتاوى خصوصا في العقائد في العقائد يخالفون الأئمة خلافا كاملا من هنا أقول من أن التشيع الموجود هو تشيع للمراجع وليس للعترة الطاهرة لأن العقائد الموجودة التي يحملها مراجع النجف وكربلاء تخالف عقائد العترة الطاهرة بالكامل يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خوله بس يحكي أي واحد أنت أفهم من المرجع وإذا يجيب لأي رواية رأسا يقول له لهذه الرواية ضعيفة لأن المرجع المطي ما يفتهمه فإذا اعترض قال له لأنت أفهم من المرجع ومخلص عمره ستين سبعين سنة يدرس إيش يدرس يدرس إزباله دراسة حوزة النجف دراسة إزباله إزباله بتمام معنى هذه الكلمة إيش يدرس هو يدرس إزباله تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خوله وما له دولة فذلت لهم الرقاء وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب لماذا؟ لأن البلائم خلاب فالذين يقلدونهم يكونون أشباها لهم وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا صاحب الأمر وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا شيعة معهم سيكون الصواب في خلافهم أولا هذه الرواية أصرح فيما أقول إنها رواية التخليد مر علينا قبل قليل من أن سقيفة بني ساعدة تكذب بدرجة مئة بالمئة سقيفة بني طوسي تكذب بدرجة مئة وعشرين بالمئة ومن هنا الإمام الصادق قال عنهم بأنهم أضار على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فالإمام الصادق هكذا يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة إنه يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أقرأ من تفسير إمامنا الحسن العسكري يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتبائهم ثم يضيفون إليه أضعافه يضيفون إلى ذلك البعض الذي تعلموه من علوم أهل البيت يضيفون إليه أضعافه أقل الأضعاف ثلاثة وإلا يمكن أن يكون مئة لكننا سنذهب إلى الأقل أقل الأضعاف ثلاثة أضعاف جمع وأقل الجمع ثلاثة وأضعاف أضعافه وأضعاف الثلاثة كم؟ تسعة هذا الأقل أيضا تسعة بالإضافة إلى ثلاثة إساء واثنعاش إذا حولناها إلى الدرجة المئوية يعني مية وعشرين بالمئة يضيفون من الأكاذيب إلى عشر بالمئة مية وعشرين بالمئة فهم أكذب من سقيفة بني ساعدة هذا هو السبب الذي يجعلني أقول دائما من أن سقيفة بني طوسي ألعن من سقيفة بني ساعدة لأنهم أكثر كذبا هذا حديث صادق ما هو حديثي؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا يفعلون؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا فإذا تعلموا بعض علومنا الصحيحة عشر بالمئة مثلاً يضيفون إليها مئة وعشرين بالمئة من الأكاذيب ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يعلموكم قذارات النواصل وتعتبرون هذه القذارات فكر أهل البيت ويقول لكم قناة القمر تنطيكم فكر ماسوني وقناة القمر ما تنطيكم إلا فكر أهل البيت الصافي أنتم مطاية لو ممطاية إذا كان هذا حالكم شو تقولون ينطوكم الفكر الناصبي ويقول لكم هذا فكر أهل البيت وقناة القمر تعطيكم فكر أهل البيت الصافي ويقول لكم هذا فكر ماسوني وتصدقون وتعملون بهذا مطاية لو ممطاية شو تقولون أترك الحكم إليكم وإلى وجدانكم وذول مراجعكم هتلية وسرسرية لو مو هتلية وسرسرية اللي يشوون وياكم هي شي شو تقولون الصواب في خلافهم أو لا الصواب في خلافهم أستمر معكم في قراءة حديث الإمام الصادقي صلوات الله عليه من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هؤلاء الذين أضلوا الشيعة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا ضعفاء ضعفاء في الثقافة ضعفاء في العلم وليس ضعفاء في الأبدان أو ضعفاء في الأموال أو ضعفاء في السلطة أو ضعفاء في المنزلة الاجتماعية ضعفاء في العقول لأن حوزة النجف تقوم بعملية إخصاء العقل الشيعي من طريق التثويل والتجهيل والاستحمار يستحمرون الشيعة يضحكون عليهم صاحب الزمان يبيح الخمس للشيعة والدليل موجود توقيع إسحاق بن يعقوب مراجع النجف يفرضون الخمس في زمان الغيبة على الشيعة ومن دون دليل وأتحداهم مرة أخرى لا أقول لهم أيضاً اخرجوا على الفضائيات وتكلموا انشروا الرواية على الفيسبوك وقولوا هذه الرواية موجودة في الكتاب الفلاني تقول من أن الخمسة واجب على الشيعة لا يوجد شيء من هذا ولا يوجد أيضاً من أن الأخماسة تعطى للمراجع أعطونا رواية في هذا ولا يوجد أيضاً من أن الأخماسة إذا ما تحولت إلى المرجع تصبح مجهولة المالك أيضاً لا توجد رواية بهذا لا توجد رواية من أن الخمسة واجب على الشيعة زمان الغيبة الكبرى ولا توجد رواية من أن الخمسة يُعطى للمرجع ولا توجد رواية من أن الخمسة يتحول إلى مال مجهول المالك حينما يصل إلى المرجع ولا توجد رواية أيضاً من أن الخمسة يوصي به المرجع إلى أولاده وهم يتصرفون فيه لا توجد رواية عندنا بهذا الخصوص كل هذا من دون روايات ويأتون إلى روايات أهل البيت حتى لو كانت ضعيفة ينكرونها ما أنتم تشرعون ديناً من دون روايات هذا هو الذي يجري أمطايا لهم أمطايا أحبائي هذا هو دينكم أمطايا لهم أمطايا عيوني أغاتي بعد روحي بعد قلبي يا أيها الشيعة الأعاظم الأكابر النوابغ الأذكياء العباقرة أمطايا لهم أمطايا يا بعد روحي وهذا هو دينكم تكذبوني جيبوا الروايات وروحوا لمراجعكم خليلينطوكم الروايات ونشروها على الفيسبوك وهذا أمر سهل المراجع موجودين بالنجف وروحوا شعلوهم قلوا لهم أمطونا رواية تشرع الخمس في زمان الغيبة مو يضحكون عليكم ينطوكم روايات تشرع الخمس في زمان الأئمة نحن مأمورون أن نعمل بالقول المتأخر آخر قول بخصوص الخمس هو هذا كتاب إسحاق بن يعقوب الذي ورد عن الإمام الحجة هذا آخر شيء ونحن مأمورون أن نعمل بالقول المتأخر خليلينطوكم رواية بعد هذا الكتاب مو قبل هذا الكتاب قبل هذا الكتاب الروايات كثيرة موجودة نحن مأمورون أن نعمل بالقول المتأخر راح يضحكون عليكم بس ما يضحكون علي جيبوها الروايات وأنا أقول لكم إشلون ذول يضحكون عليكم الهتلية مطايا بعد روحي لو ممطايا شا تقولون هذا هو دينكم ونفس الشيء صلاتكم نفس الشيء صلاتكم باطلة لأنكم لا تذكرون أمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير الصواب في خلاف هؤلاء هؤلاء ينطق الشيطان على ألسنتهم وبألسنتهم دين كل غلاط دين كل غلاط وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إلى أن يقول الإمام الصادق هنا التفتوا هنا مقصدي وهؤلاء علماء السوء الناصبون هؤلاء نواصب نواصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون يشبهون على الشيعة يضحكون عليهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هم ليسوا كذلك هؤلاء نواصب وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون يمكن واحد يقول محمد الشيرازي موه الشكيل وواحد يقول السيستاني موه الشكيل وواحد يقول محمد باقر الصدر موه الشكيل ما هو المنهج الذي هو عليه ما هم منهجهم واحد لماذا يختلف محمد الشيرازي أو يختلف محمد باقر الصدر أو يختلف السيستاني ما هو هذا المنهج هو منهج الطوسي ومن سنة أربعمائة وثمانية وأربعين وإلى الآن المنهج هو المنهج إذن أين هؤلاء المراجع الكثيرون الذين يذمهم الإمام صادق ويقولهم أضر على الشيعة من جيش يزيد أضر من شمر وحرملة وين هم ذولة الإمام يتحدث عن الأكثرية فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم حديث عن عموم الشيعة عموم الشيعة يقلدون من؟ يقلدون هؤلاء المراجع وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن أي شيء عن قصد الحق المصيب يعني أن الصواب في خلافهم لأنهم يمنعون الشيعة عن قصد الصواب إذن الصواب ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب يعني أن المراجع في الجهة التي تعارض الجهة التي فيها الحق المصيب هذا يعني أن الصواب أين في خلافهم في الجهة الثانية ويستمر ويستمر حديث إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إذا كان هناك من عوام الشيعة هذا هو الذي يريده لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم الحجة بن الحسن لم يتركه الله لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع المرجع الشيعي ملبس وكافر ملبس يعني كلاوتشي فمو أنا اللي واصفهم كلاوتشي الإمام الصادق واصفهم كلاوتشي ملبس يعني كلاوتشي لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب في الجهة المعارضة إذن الصواب في خلافهم ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية إذن الصواب في الجهة الثانية في الجهة المخالفة من هنا قلت لكم من أن الصواب في خلاف مراجع النجف وكربل هذا حديث أهل البيت عملياً عملياً تحقيق دام لأكثر من أربعين عاماً من حياتي ما وجدت مرة مرة ما وجدت مرة في كتب في كتب هؤلاء أنهم يوافقون أهل البيت بشكل كامل حتى إذا أرادوا أن يوافق أهل البيت فبشكل منقص صدقوني هذه تجربتي قد أكون سيء الحظ قد أكون قليل الفاهم قد أكون ضالاً لكنني قد مررت بهذه التجربة ولا أستطيع أن أعبر على نتائجها قد أكون جاهلاً قد أكون ضالاً قد أكون قد أكون اجمعوا كل الصفات القبيحة وضعوها فيها لكنني بعد تجربة لأكثر من أربعين عاماً في التحقيق والتدقيق والتنقيب والتنقير في كتبي مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة هم على منهج يخالف العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة وأنتم لاحظتم الروايات تتحدث عن أن سقيفة بني ساعدة تكذب بدرجة مئة بالمئة بينما سقيفة بني طوسي تكذب بدرجة مئة وعشرين بالمئة الروايات موجودة قرأتها أمامكم عودوا إليها وتدبروا فيها كان في نية أن أتناول أحاديث أخرى لكن وقت الحلقة صار طويلاً خلاصة الكلام خلاصة الكلام قلت لكم في آخر حديثي هذه مسألة شخصية هذه قناعة شخصية من أن قول الخوئي وقول السيستاني وقول محمد باقر الصدر والباقين أيضاً أنا لا تحدثوا عن هؤلاء فقط هؤلاء أمثلة ونماذج ما قالوه من أن واقعة عرس القاسم لم تقع وليست صحيحة وأنكرها أنا أعتبر هذا قرينة من القرائن أضيفها إلى القرائن السابقة لأن الصواب في خلافهم هذا يعني أن الشيطان يريد منا أن نقول بهذا القول فهؤلاء بحسب ما أعتقد لا يقولون إلا بقول الشيطان ومن هنا فإن الصواب في خلافهم وقرأت عليكم الروايات من أن الشيعية المخلصة من عوام الشيعة الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الله سبحانه وتعالى لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الشيعي الطوسي البتري من حوزة النجف لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب في الجيات الثانية ثبت عندكم أن الصواب في خلافهم أو لا قطعا أنا لا أقول من أن الصواب في خلافهم في كل حرف وإنما في عقائد أهل البيت في تفسير القرآن في كثير من الحقائق وفي كثير من الفتاوى في كثير من الفتاوى فإن الصواب في خلافهم أما إذا كان الحديث عن منهج حوزة النجف فإن الصواب في خلافه بشكل كامل بشكل مطلق من دون استثناء منهج حوزة النجف منهج ناصبي بتري قذر من أوله إلى آخره هذه هي الحقيقة التي أؤمن بها والتي أثبتها بمئات ومئات من الحقائق والأدلة عبر برامجي السابقة وعبر السنين الماضية يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك من خلال مراجعة برامجي السابقة أكتفي بهذا وأعتقد أن الإجابة صارت شافية ووافية وأترك الحكمة إليكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى العنوان الذي وعدتكم فيه تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر يبدأ من حلقة يوم غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله اشتركوا في القناة